من اروع الوصفات اللي حققت اكبر نسبة مشاهدة اليوم رح اعلمكن عليها بطريقة بسيطة جدا وسهلة كتير بداية جبت البتنجان وقطعته بهيد الطريقة متل ما شايفين بدي حاول اني سبته كتير منيح السيطة بهيدا شكل لحتى عندي حبة البتنجان تجلس بطريقة مزبوطة ورح باشل بتقطيع حبة البتنجان بهيد الطريقة بشارط انه ما تنقص على الاخر يعني تضلى من تحت معلقة بقلب بعضها لحتى احصل على هيدا الشكل الحلو طبعا فينا نعمل كمية كبيرة منهم على جنب عندي لحمة مفرومة نعمة عندي حطت عليها الملح والبهار المشكل البابريكا متل ما شايفين ورح حط عليها كمان التوم ورجعت جبت بصل صغيري فرانطا متل ما شايفين احب باقي خبروني حضرات قد من اي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو هيدا الموضوع بيساعدني جدا هوني نزلت البصل على اللحمة وحطيت عليهم زيت الزيتون رح نخلطن كل اياتن بقلب بعض لحتى باشر بحشي البتنجانت طريقة كتير سهلة وكتير بسيطة مع انها حققت نسبة مجاهدة كتير عالية وفي ناس فكروها انه طريقتها صعبة جدا بس هي طريقتها ولا اسهل من هيك والطعم رهيب طريقة تقديمة غير شكل هون بيشارت بحشية بهيدا الشكل متل ما شايفين احبا ازا اول مرة بتشوفوني وحبيتوا المحتوى وحبي نوصلكم مني كل الفيديوهات الاشتراك مجانة نزلوا لتحت لاسفل الفيديو كبسوا اشتراك فعلوا الجرس وكبسوا على كلمة الكل بهيدا الطريقة رح توصلكم مني كل الاشعارات وكل الفيديوهات الجديدة هون متل ما شايفين حشية البتنجان بهيدا الشكل هلأ انا رح اعمل كل البتنجان اللي انا جهزته هلأ بجيب سكيني وبصير بحاول اني اتخلص من اللحم الزايد اللي ظاهر لبرا كله بضهروا بهيدا الشكل متل ما شايفين مباشرة رح انتقل فيهون على النار انا جهزت مقلة وحطيت بقلبه زيت تركتوا لحتى يسخن شوي صغيرة وبنزلن ما بتركوا الزيت لحتى يحمى ابدا شوي صغيرة حامي وببلش حط فيه البتنجانات لحتى نقل البتنجان من الميلتان رح حطن هلأ كل ليتن متل ما شايفين طريقة كتير حلوة لتقديم البتنجان بفكرة جديدة بنصح لكل انهم يعملوها خاصة للصبايا الجديد اللي عم يتعلموا الطبخ عملوها طريقة كتير سهلة واحلى شي فيها انه طريقة تقديمها متل ما قلتلكم المميز جدا وبتعطي شكل كتير حلو على الصفرة طيب سؤال هل منقدر كمان نحط ريز لا هاي دي الوصفة بس منحشي فيها اللحم متل ما شايفين ما منحط ريز فيها لانه الرزق اكيد رح يدهر لبرة وقت بس نحطهم بالزيت ويحمى الزيت معنا منصير منشيلي من الزيت ومنحط من فوق هون عندي البتنجين تقريبا صاروا مستويين بس يستوي كتير منيح برجع بقلبهم على الميل التاني شفت سمالة عندي اللحمة مش ظاهرة لبرة ابدا كمان هاي دي رح اقلبها كلياتهم كلهم بقلبهم شوي شوي طبعا احنا وعن نقلب لانه في زيت ما بدنا الزيت بالغلط يطبع ايدنا او يطرشنا هون مستويين غير شكل من فوق متل ما شايفين وهون عندي صاروا جاهزين تقريبا رح شيلوا نحطهم بصنية الفرن هاي الصنية اللي بدي دخلها على الفرن شفت سمالة شكلها كتير حلو احنا وعن منشيلهم مننتبه كتير منيح لانه في عصارة من البتنجان بتصير بتنزل فجأة على الزيت فالزيت بصير بيفقح فبدنا ننتبه هون على جناب بعد ما حتيتم بصنية الفرن رح جيب حبات البندورة او الطماطم بدي صير حطهم بهيدا الشكل متل ما شايفين كمان حبات الطماطم بيلبقوا كتير معاها لهيدا الاكل وبيعطينا شكل مميز وكمان بتعطينا نكهة غير شكل هلا اكيد اذا عملتوا اكتر من هيد الكمية اللي انا عمليتها من البتنجان فينا نكتر اكتر بندورة او طماطم على جناب عندي صوص العادي صوص الطماطم الجاهز هنحط عليه متل ما شايفين حار ونعنع فيكن تلغوا الحار بس كتير طيبي مع الحار اذا ما بتحبوا الحار بلايها حطينا الملح ورح اخلطهم كتير منيح بقلب بعض الحار بيعطيها نكهة ونقلي من ميلي لميلي كتير بالبقل الحار حقلطناهم كلهم بقلب بعض متل ما شايفين وهلا مباشرة رح شيل هيدا الصوص اللي انا جهزته شوي صغيري ما كترت كتير ما بدي غطس كل الصونية بدي حط شوي صغيري بالارض من تحت ورح دخلهم على فرن حامي على درجة حرارة 180 مع المراقبة اللي حتى عندي حبات البندورة يستوى على الاخر بس تشوفوا حبات البندورة دبلو واستوى ساعاتها بتكون عندي الاكل جاهزة للتقديم على الفرن وهون اسم الله بعد ما ظهرت من الفرن ريحتها بتشق القلب احباقي وهي طريقة تقديمة منحط البتنجان ما حبت بندورة وفرفلة رز مصري حدهم متل ما شايفين واكيد منجيب الصوص الرائع على طعمته كلها حر وغير شكل وهيدي طريقة تقديم يا احباقي ان شاء الله تكون فكرة اليوم عجبتكن وحبيتوها ما تنسوا اللايك وما تنسوا الاشتراك بالقناة وبتمنى كتير انكم تدعموا الفيديو بالشير لانه هيدا الموضوع كتير مهم لالك انا هلأ بدي ودعكن احباقي بحبكن كتير بوسات كتير كبيرة لالكن رح اشتقلكم للفيديو القادم جربوا هيدا الوصفة سهلة طيبة كتير سريعة وفعلا بتبيد الوجه بالعزومات فعلا طعمتها طلعت اكتر من رائعة كتير كتير طيبة احباقي من قدمقتلكم ما حسدقوا الا لحتى تجربوا كتير طيبة كتير عن جد طيبة ومستوية وطعمتها غير شكل حتى عندي البندورة غير شكل شفتو يعني واحد بنوع وقت بدو يعمل هيدا الوصفة جربوها احباقي مش رح تنضمو ابدا باي باي